بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيارة من العام الحالي 26 مليار و 500 مليون دينار مسجلا تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 94.6% في حين بلغ حجم الدين العام في نهاية العام الماضي 26 مليار دينار أو ما نسبته 95.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفي تفاصيل الدين العام لنهاية أيار فقد ارتفع الدين الخارجي بمقدار 583 مليون و 600 ألف دينار ليصل إلى 10 مليارات و 800 مليون دينار مقابل 10 مليارات و 300 مليون دينار بنهاية عام 2016 أما الدين الداخلي فقد ارتفع بمقدار 72 مليون و 300 ألف دينار ليبلغ 13 مليار و 800 مليون دينار أما عجز الموازنة العامة فقبل المنح خلال 5 أشهر الأولى من العام بلغ حوالي 425 مليون و 300 ألف دينار مقابل عز مقداره 309 مليون و 900 ألف دينار في نفس الفترة للعام الماضي وجاء العز نتيجة خفاض الإرادات العامة خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2.949 مليون دينار وبنسبة 2% عن ذات الفترة من العام الماضي وارتفاع النفقات العامة إلى 3 مليار و 276 مليون دينار أي ما نسبته 3.4% أما المنح الخارجية فقد بلغت 98 مليون و 500 ألف دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بتراجع نسبته 53.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين يقدر استلام 777 مليون دينار منحا لهذا العام